شابط حكاية اخرى شابط شابط كان دا دا قابة ديالو لوجيتام دارت اعتصام ف الامام المكتب ديال تكوين المهني مش اعتصام يعني مميك يخلوه سنناس يدخلو يخدمو وهوما ما عندو مش الاغلبية في هادا كلها بتاع عندو عندو الاتحاد المغربية لكنو كيحبس واحد نهارا عايت لي بن الشيخ قال لي راح انها عندنا مشكل كاين اعتصام وكاين يخلوش ندخلو قتلو ما يمكنش عايت للساعد الاله قتلو الساعد الالله يخليك قريب اللي بغا يدير الاضراب يديرو و اللي بغا يخدم يخليه يدخل شابط طبيعة الحال دا الخبار ما عاجبوش الحال بساعد قال لي هم هذا رجل سكران واحد هم سكران البرلمان يعني واحد ببني المسامحة وتصالح معي و بقولي الأمين عمي الحزب باستقلال عرض عليها أو دخل مده موهب موسيقى 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 مشاهدين الأعزاء أهلنا بكم سعداء بتجدد تواصلنا معكم وبتواصل حوارنا مع الأستاذ سهيل عبد الواحد أحد القيادة التاريخية لحزب التقدم والاشتراكية أستاذ سهيل انخرط وهو الشاب في الحزب الشيوعي مغربي عاش تحول هذا الحزب إلى اسم حزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب مساره النضالي درس الاقتصاد ثم تدرج في القطاع البنكي إلى أن أصبح رئيس مدير عام للقرض العقاري والسياحي كان وزيرا للشغل والتكوين المهني في حكومة عبدالله بن كيران إضافة إلى ذلك هو واحد من الاقتصاديين المغاربة من شهود لهم في الكفاءة العالية نعيد ترحيبك الأستاذ سهيل عبدالوحد هذه الحلقة السادسة في حلقات سابقة تحدثنا معك عن مرورك بالقرض العقاري والسياحي اللي كان يتهدده الإفلس سنة 2012 سيتواصل مسارك السياسي ارتباطا بالسياق اللي عاشته اللحظة وستعين وزير للشغل والتكوين المهني في حكومة عبدالله بن كيران بدءا كيف قررتهم المشاركة في حكومة يقودها الإسلاميون والحال أنكم حزب يساري بعد ما تعين السياق بالإله بن كيران كرئيس الحكومة بدل استشارة دياله عيط على عيط على العبد الحزب منهم إحنا كنا مشينا شفنا في الوفد اللي كنا مشينا كان مشا نبيل بن عبدالله والله يرحمه خليد النصري وعبده ربه استقبلنا السياق بالإله كان معه السياق العثماني كانوا معه بعض الإخوان في القيادة السياق عبدالله الله يرحمه استقبلنا في المقر دياله ديال الحزب ديالهم وقال لنا بغيت نعمل نشكلوا حكومة ما بين حزب العدلة والتنمية والأحزب هي الكتلة الديمقراطية يعني حزب الاستقلال الاتحاد الاشتراكي والبي بي اس وقال لنا على أساس أننا هذه الحزب هما اللي قرب لنا وهما اللي شكلوا في النضال من أجل الديمقراطية واحد المواقف اللي هي قريبة لنا واللي احنا بغينا التعامل معها خلينا يمكن كالنقاش فيما بيننا يمكن تجي الحركة الشعبية معنا الاعتبارات التاريخية ومرتبطة بالذكرة ديال المرحوم الدكتور الخطيب بها شك الله عشنو كان نردكم احنا ردناك نقلنا له نفضلو تكون حكومة ديالك الكتلة الديمقراطية مع العادلة والتنمية واللي مهم في هات الشي كامل وهو نسيغوا البرنامج بصفة مشتركة ونعملوه على العمل دياله بصفة مشتركة بصفة متضامنة ومن بعد رضينا الخبار على رفاقنا طبعا استعدي الى قلدة والمنتظار ودبا شوفوا مع الرفاق ديالكم ولكتم تفقين ان نعينوا واحد من الجناء خد يكون فيها السبهاء ووجود الإخوان ديالكم والإخوان ديالنا والإخوان من الأحزاب الأخرى على أساس اننا نصيغوا لهذا البرنامج للحكم كان مفاجئ لكم هذا الطرح؟ لا؟ لا ما كانت مفاجئ لأن يعني كيف ما كانت الأمور بادية على الصحة الوطنية ذاك الوقت الإسلاميين كانوا في المعارضة أقال بعد الوقت كانوا في معارضة متشددة ومن بعد الأمور تلينت وعندهم مواقف كانت تتقاطب في بعض الأمور الاقتصادية والاجتماعية غالبا والاشتغال حتى في البرلمان كانوا تهيئة احتمع الحكومة ديال السعد الرحمن اليوسفي كانوا بعض الوقت يأخذوا مواقف ديال المؤذرة ديال المساندة إذن كانوا واحد النوع ديال التمرين ديال العمل المشترك في كيف ما كان في مرحلة سابقة كان عندكم العدالة التنمية خط أحمر؟ أبدا يعني ما عمرنا خدينا موقف ضد العدالة ما عمرنا دخلنا معهم في تصادم في حزب مثلا في الخطة الوطنية لإدماج المرأة التنمية؟ هادك صراع اللي هو مكان ما بين البيبيس والبيجيدي كان ما بين واحد حركة مجتمعية فيها البيبيس وفيها المناضلين والمناضلات ديال البيبيس اللي بغت دير خطة اللي كانوا تعتبروها الإسلاميين بصفة عامة بما فيهم الإخوان ديالنا ديال البيجيدي على أنها بغت تخرج على السرعة وبغت يعني بغت تدخل لنا مفاهيم اللي هي خارجة على نطاق ديال هذه المجتمع سعيد السعدي كان وزيركم؟ ايه معلوم اللي كان سعيد السعدي هو اللي زاد الخطة هذه اللي كان متزعمها ولكن هذه خطة حكومية خطة ديال اليسار وكان المجتمع المدني خصوصا الحركة النسائية والأحزاب التقدمية في لحظات الصراع أو الخطة كان عبد الكريم الخطيب الأمين العام أو الرئيس المؤسس لحزب العدلة التنمية وأنتم كان أمينكم العام مولي إسماعيل العلوي كيف كانت العلاقة بين الرجلين؟ حبيبه مولي إسماعيل أولا كانت علاقة عائدية أو يعني ولكن هم كانوا في معسكرين متصادمين ولكن العلاقة كيف كانت منتهم؟ جميلة لأنك في عدد مناسبة الحزبية كنا تنعرضوه في الدار ديال الوليدة ديال المؤلاء إسماعيل وكان نمشي وتنطلقه مع كي كنت أم الخطيب والتي عرفنا أحنا تماك يعني الخطيب كان ما كانش رجل متشدد كان رجل بشوش وعلاقته الإنسانية مولي إسماعيل كيف كانت؟ بزيانة أولا وكي بعم ما كنا خصونا هذا ولد خطوه يعني دمه يعني وإسماعيل رجل ما شيء شيء أكثر من وديع يعني هو مثل ديالاستقامة وديالأخلاق الفضيلة إلى الأخير والأول الخطيبة خطيبة كان رجل من الطيب خلق الله يعني في المعاملات دياله أنا حضرت مناسبات اللي كانت مناسبات ديالالعراسي الأخير ويعني ما كيكونش نقاش سياسي؟ كان حكوت انتنش تيشوف تيشوف تي تتفاجأ اللي تيشوف شيء واحد شيء يعيتي يقرأ القرآن وكانت يكون عنده ردود الفعل يعني أنه كيكتش بأننا نحنا نجينا في مريخ نمسي مغربة بحلو عندنا عندنا نفس الثقافة ونفس المرتكزات اللي كان نعيشوا في مجتمعاتنا إذن شاركتوا في حكومة عبد الإله بن كيران ووصلت لتوزيع الحقائد كيف تم اقتراح اسم سهيل عبد الوحد؟ أنا بكل صدق يعني أنا خدمت في البرنامج وبعد نبيل جا قال لي راهل كان يلحح من الإخوان باش تكون في الحكومة ووصل الرفاق وكذلك من جيت الناس ديال ديال البيجي دي قلت له مباركة بسعود ذاك الوقت احنا كنا أربعة ديال الوزارة ديال الحزب نبيل بن عبدالله اللي تكلف بالسكنة وإعداد الجراب الوطني والحسين الوردي بالصحة وأمين السباحي بالتقفة وكل الفني بالتشغيل والتكوين المهني تذكرون يوم تنصيب الحكومة؟ طبعا طبعا كان نهار اثنين يناير أعتقد كان يوم حافل كان صديقي الاتحادي السي أغماني هو اللي كان وزير قبل وقد في نفس المنصيب تكون المهني وتشغيل وتم تسليم الصلاة وتعرفت بطباعة الحال على الأطور ديال الوزارة وعبت نعرف فين دوزت لياملولة بس نتعرف عليم ونتعرف كذلك فين أشنا هي المشارع اللي كانت وأشنا هي الأشياء الأولويات اللي يمكن نضيفها وطبعا كذلك مساهمة ديالهم هما كذلك نزل الوزارة في تغذية ديال البرنامج الحكومي ما غيرت حتى واحد هذا أعتبرت بأن إلى الناس في أماكنهم أه نشوفهم بعد أس كيديرو نكون رأيي وإلا اشتغلت معهم على سلة يعني ما 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 زيت غا نزيب ليهم جيس عرم رم من البي بي اس بس الناس اللي تمكة وأخذينا على كتافهم وتجربتهم وعندهم ما يقولوا لا كان عندي ديوان في خطرت في بعض الرفاق اللي هما اللي مستوى رفع لشي يعني يعني عندهم عندهم دراية بالأمور اللي اللي كنت كان بغلين نهتم بها وأنا عزيز علي التكوين المهني لأنه في مصاري المهني فلا بيمسوه اهتميت بهذا الأمر بزاف وكان عندنات من دراسة لي اللي بتكوين مستمر داخل وساهمت كتير في في هذا الأمر هذا ومع changانve تبعتوله مزيان وأموcribing واحد principalmente وأموبي أacerوا وأنا قطعت ويستخدمي حلقة السابقة قلت لي أن موظفي وزارة المالية هم من يحكم في وزير المالية وليس العكس تصل بأحد المتابعين وستر على هذه النقطة أكد عليها بالنسبة للوزارة الشغل أيضا الموظفين هما اللي كحكموا في الوزير هما لا هما تحاولوا يعني محقول لإلا أهلهم كتأدرابي الشعابية ولكن تظهر الوزير عنده دور ديال التوجه ديال السياسات العمومية الموظفين عندهم الدراية اللي يخصم يعطي المعرفة ديالهم والمعلومة اللي عندهم وكذلك يضطروا الانتباه للسعاد كي بكل تلقى موظف كي يقول نعم أسيدي وخا سيدي أسيدي وغيرها بغير تحزمها تكون وكي اللي يقول نعم أسيدي مع الوزير رها كين هذي القضية وكين هذي القضية وكين هذي الصعوبة لكننا حاولنا هذي يعني ولهذا اللي كان مهم بالنسبة لي هو بناء علاقات ديال ثقة ما بين ما بين في وزارة تشغيل عارف باللي الكاتب العامي تم استقلالي عارف يعني وفي وزارة تكوين كان عارف اللي كان تماء رجل متمرس متمكن من الأمر دياله وعارف يعني في اليوم لو لك تعارف انت معامك تشغيل وطبع على الحال كوزير كيخصيك تقوم تقوم بدورك لأنه عندك مسؤولية هذي تجربة حكومية مختلفة فعلا فعلا جديد اختصاصات جديدة حكومة يقودها عبدالله بن كيران الذي هناك من يقول أنه متير الجدال كيف كانت الأجواء داخل مجلس الحكومة؟ لا قدرنا نقول لك بأنها كنا كان نشتغلوا في أرياحية كبيرة بأن رئيس الحكومة كان عنده معاهة في وصف الحزب دياله وفي الأحزاب الأخرى اللي كانت كانوا ناس من الحكومة كانت من مستوى ربما ما شي رافع ولكن من مستوى جيد كان علينا مقوموا بإجراءات دستور اللي اللي محتمها الدستور لأن الدستور خلى القوانين التنظيمية اللي غادة تمشي للبرنامان بس تفسر بعض المقتضيات دياله من أول المقتضيات اللي غادة تفسرها وهي أشنا هي اختصاصات مجلس الوزراء واشنا هي اختصاصات مجلس الحكومة لأن الدستور ديالة 2011 جاب صلاحيات الحكومة وكان هذي من الأول الأمور طبعا هذا النقاس ما تتمش غير داخل الحكومة هذا النقاس اللي تتم مع الأمين العام للحكومة وكذلك كيتم مع الدول الملكية ومع المؤسسة الملكية هي الضمن الدستور عندها رأيها كذلك فيما يتحلق بالأم فكانت هذي أول أشياء التي تبت فيها وكان عندكم توجه واحد بهذا السدد؟ بدون أي طرد كان اتفاق تم الاختراحات كانت توافق عليها وتم تعديلها مرارا في حكومة الأولى تم تعديل بعض القوانات ما كانش فيه لحظات توتر داخل مجلس الحكومة؟ لا أتذكر لا بكل صدق يعني حتى لو كانت تكون شي مشاكل تنقش على برا بالكيران اذكر مرار بالكيران هو نفسه ديال النقطة والدعابة؟ واحد النهار جبت القانون ديال عمال المنازل جبت القانون ديال عمال المنازل كان في البيبلاين ديال الوزراء خدمت عليه مع الإخوان ديالنا وقدمت له للحكومة لمجلس الحكومة هذا شيء يتم المصادقة عليه الحصيل من اللي وصلت لقيت السعب الإله مع واحد العدد ديال ديال الوزراء جالسين و قال لي يا فلان قال لي لا تباز بتين نصدع قال ما ندوزوش هدك ما ندوزوش هدك المشروع ذو قانون اللي اخترحتي اكفرت عنها مزيان قتل استعبد إله إلا ما درتوش قانون ديال عمال المنازل ما عفتش كان ديرانة فهل الحكومة قال لي واعفتي وغير شوف ديك الإخوان ديالك يتصلوا بالليكيب ديال السيد ضحك ويشوفوا يعاو الصياغة ديال بعض الأمور بسيطة قلت له واخر ولكن يعني الشيء الواحد اللي تلعقل عليه أنه واحد الوقت شنه هي ما أخده على هاد المشروع بربما ما عرف هو ما قال ليش نهائينا شنه هو قال لي غتجب لعدنا الصدع معلوم كين عصارات مئات الآلف ديال العمال ديال البيوت اللي ما عندهم حق والقانون ديال الشغل في الفصل الاربعاء ديالو تيقول سيتموا صياغاتي قانون يفسروا هاد الحالة الخاصة ديال العمال البيوت يخصم العطلا وخصم التقعود يدخلوا للضمن الاجتماعي وتكون عندهم تغطية صحية يعني ولا ما ديجي تانا يا من البيبيس وما درتش هاد القانون وفوزير الشغل يعني غاليت غادر الحكومة ربما في منتصفها مشيتانا في من الليمشا والاستقلاليين الدوني معاهم وقعت عديل حكومي وغادرتانا الحكومة ربما يقال انه كان تحريض عليك من طرف حميد شبط لا شبط حكايا شبط لما كن هو مشا نقلوق دا صحابه شبط أنا صاحبه دانيت انا معاهم ولكن مشتخررها لك لا حساباته سيدي شبط كان دا 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 الدا دا دا دقابة ديالو ليجيتام درت اعتصام ف ف الامام المكتب ديال تكوين المهني ايام ماشي اعتصام يعني ما ميكي خلوس ناس يدخلو يخدموا وهما ما عنده مثل اغلبية في هذا كله في بتاع عنده عنده الاتحاد المغربية لسهول لكنه كيحبس واحد نارا عايت لي بن الشيخ قال لي راح انه عندنا مشكل كي نعتصام وما كي يخدش وندخلوا قتل له قتل له ما يمكنش عايت للساعد الاله قتل له الساعد الالله يخليك قد يتخذك اللي بغا يدير الاضراب يديره كل اللي بغا يخدم يخليه يدخل قال لي قال لي حل المشكل يعني تم تم اصابت طبيعة الحال بالخبار ما عزبوش الحال قال لي هم اهدارا جسكران واحد قال لي هم جسكران اي قالهم جسكران البرلمان يعني واحد يعني اربي بيناتنا واحد العداد ديال بعد تصالح معايا يعني تدني المسامحة وتصالح معايا واللي الامين عم بيلاحز باستقلال عرض عليها وبخلا مدر موهب الكثير من الوزراء السابقين يقولون ان اليوم الموالي للوزراء اي الخروج من الوزراء يكون يوم مختلف انا انا ما تظهر لي باللي شوف انك تكون خدم في شي خدمة انت نهار خرجتي من الالعاء ما كان اسم مختلف طبعا كانت سالي حقبة كيقولوا ان التليفون الوزير كيتوقف عني الرنين في اليوم الموالي الحمد لله لان هذوك الناس التي اعطولك في التليفون ما عندك بيهم الغرض انتبع عندك بيهم الغرض ما عندهم بيك الغرض انا موالي في البنكة كانت تليفونات كثير منك كثير من الوزارة وهدي حقيقة؟ طبعا لانك اسكولي تيبقى لك تيبقى لك الاهل وحتى الاهل دبا كله فين خيط تيبقوا لك الاصديقاء وهذا الشي اللي كيبقى احتى في المجراد الحياة ديالك كانت سادة باش مقولوا انا كنت ذكرونك التليفون ديالي ما هو ما سلسل ما سدعك ما هو له شكرا جزيلا للأساد سهيل عبد الواحد ويتوصل لحوارنا نحك في حلاقات هديمة